سلام البنات لبس عليكم مزيانين تمنى تكونوا كاملين بخير اليوم جيت نشارك معكم واحد طريقة اللي كنحكي بيها اي حاجة ديال اينوكس سواء براد مقراج لفابو ديالي اي حاجة عنكم في الدار ديال اينوكس كتلق لها هاد الخلطة وغادي نحكي بيها هاد الكيسان ديال النحاس لان هاد الخلطة كتجين نحاس و اينوكس كتساعد بزاف باش هادو كالرواسب كيمشيو هنا خليت البراد ديالي حتى توصخ باش نوريكم هاد طريقة لي ساهلة اول حاجة كنعمرو البراد ديالنا بالماء وغادي ندير الخل واحد الكيمية وغادي ندير في هاد الكيسان باش نضربوا واحد العصفور بحجرين مهم كنديرو البراد ديالنا اه فوق البوطة كنخليوي يغلي واحد المدة هنا فهاد الصح مجدع بكربوناتسودون اه وزدنا عليها ها هو مهم لي كان اخدوه من الفارماسي ولا ما عند الناس لكي مختصين كيبيعوا هاد البرودوي وكنزيدو فيها واحد الخمرة ديال الحلوة واي معجون صابون لي كتستعمله سواء اوني ولا فري ولا صابون بلدي اي حاجة انا استعملت هاد صابون بلدي اي حاجة صابون ديال الفري غادي نوريه لكم شريتو هاد المرة وخدتها من ديالو زايد ولكن الروعة كدير غي شوية كيغسل لك كيمية هائلة من المعنى مهم اه اللي شافو ياخدو ويردع ليه الخبار اه هنا غادي نزيد اه واحد الكيمية ديال الخل هاو بدك يتفعل غادي نخلطه بالمعلقة وغادي نخوي البرد ديالي من الماء السخون والخل ونجي نحكو هاد البرودوي اه هو اللي كي يعوض هاد المخلطة يعني اللي عند قدمه بيم ولا قدمه الاسواق يقدر يشري هاد الماركة ولا بي ولا جيف كلهم عندهم نفس المفعول ديال هاد الخلطة اه هنا غادي ندهن البرد ديالي وهدوك الكيسان بهاد الخلطة وغادي نخليهم تماما واحد العشر دقائق تار ربع ساعة حتى يتكون لكم مكونات الدخلو مزيه 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 مرقت باش يجينا سهل في الحك وغادي نحكو بهاد جيكس اللي كان ورهه لكم في اي فيديو كي يكون ديال نظافة كي يساعد بزاف تلما ديال والخيس هما كيتصداش العكس ديال الاخرين اللي دغيه كان حكوهم وقارمه وكيتصده ودغيه هايا حكيكها خفيفة البنات وخرج للبرد دغيه وحتى هادوك الكيسان دغيه خرجو وكان الصحة دي ما كانقولها لكم منتبو تحكو دي ما فرشوش حاجة تحت المسائل اللي كاتحكوها باش ما تزرحو سواء الرخام ديالكم ولا لفابو انا كان جيب دوك الخنشات ديالتقضية دي ما ديراتهم تحت الحاجة اللي كانحك فيها باش ما تزرح ليش لفابو ديالي هنا راني نصده لفابو عاودا يعني نصد الشي باش نضرو بعصفو بحاجة راي انا بلعت هديك المجرى وراني نحكو الرواسي بذيك هبطو غادي نحكي بها لفابو ديالي عادا نشلل المسائل كاملة خطرة وحدة مويمة ندر ثلاث شيلة خفيفة وخرجو غزة لنا لبنات غادي نحكي بها لفابو ديالي مزيان مزيان تهو خاصو ديما النظافة و ديما المراقبة لان هذا كومن اللي كان غسله فيها الأواني ديالنا واي ميكروب كيت نقلنا الصحون اللي كان اكلو فيهم و الكيسان دينا دونك خاصو ديما النظافو ديما الحك يوميا يوميا خاصو لفابو يتحك مويم هاني بان كل شي المجرى ديالها تنقات والبرات ديالنا بان الاضاءة لها ما كاتش مساعفتني دباها والشكل ديالها النهائي نتمنى انكوا تجربوا هاد الخلطة وتردوا عليها سهلة وسريعة و كتعطي واحد النتيجة روعة و المعنى ديالك كيقوا ديما نقيم ان شاء الله فيديو قريب غادي نديلكم واحد كيف تنضفو الأواني اللي كيكون عندهم الرواسب تقيلة بزاف بزاف و نشاركها معكم ان شاء الله مهم جيت في النهاية ديالفيديو نتمنى ان هالفيديو يلقاكم على خير سلامة البنات اشتركوا في القناة